عن البيانة الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عن الانتخابات البرلمانية التي ستجري غدا ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي أستاذ إبراهيم مرحبا بكم يعني أصدرت في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا عن الانتخابات التي بدأت أمس عملية التصويت الخاص فيها ونحن بانتظار التصويت العام يوم غد إن شاء الله لكن بداية كيف تنظرون في الميثاق لهذه الانتخابات أستاذ إبراهيم نحن ننظر لها هي لعبة مدروسة ومرتبة تحت هيمنة الميليشيات وهذه الكتل السياسية اللي حاكبين نفسهم أحزاب سياسية هم مرتبين كل شيء وبدوا أخذوا تصويت الجيش والحجد الشعبي وكلها مؤسسات محسوبة لهم وأنا أعتقد ما يلزم الجندي أو الحجن الشعبي إن كان جندي أو شرطي ما ملزم أن يصوت لأن هم جهاد السلطة نفسهم وبالتالي الكتل السياسية نفسها التي تدعي هي أحزاب سياسية وفي مثل الشعب العراقي هي نفس الكتل الطائفية المهيمنة على القرار هي نفسها الآن هي المرشحة هي اللي تقود عملية الترشيح هي تقود عملية التصويت هي اللي قادت هي اللي رتبت القوانين الخاصة بعملية الاختراع فضلا عن أن عمليات الفساد والبيع والمزاد والشراء بالبطاقات الناخب موجودة علنا موجودة فضلا عن أن هناك اطباع بطاقات انتخابية دوبلوكيت يعني أنا عندي بطاقة انتخابية وهناك بطاقة انتخابية لي موجودة عندهم وآخرين عشرات من الناس هكذا يعني أي شكل من أشكال الديمقراطية وعدم التزوير والأصول القانونية متوفرة في هذه الانتخابات هذه الانتخابات أصلا أبشع نوع من الانتخابات حدثت في العراق في سلسلة هذه السنوات اللي فاتت والعراق تحت هي منت هذه العصابات الطائفية هو هذه الدورة أسوأ دورة انتخابية لذلك نعتبر كل شي فيها باطل طيب أستاذ الراهيم كما تعرفون شهد تصويت أمس عددا من الخروقات بالنسبة لمنتسبيل أجهزة الأمنية حيث أنهم صوتوا يوم أمس الخروقات تمثلت بتوجيه للتصويت ودعاية لكتل سياسية بعينها لكن في ظل هذا التوجيه هل يمكن أن نرى عمليات تصويت نزيهة غدا في العراق؟ لا لا أبدا أبدا نهائيا لا توجد عمليات تصويت نزيهة توجد شراء ويوجد اتفاقات وتوجد صفقات ويوجد تزوير وتوجد أعمال عمف أصلا يعني هناك مكتب من مكاتب المرشعين في تكريت ننسف قبل يومين ننسفها بالمتفجرات فكيف تكون هذه صحيحة وكيف تكون هذه قانونية حتى المزايدات الموجودة والاستحواذ على الأصوات في الطرق المختلفة أن لم يتمكنوا بالإرضاء بالشراء بالفلوس وأن لم يتمكنوا بالإرضاء بوظيفة أو شيء مهن القبيل بالمواعيد إنما يصادرون رأيك بطريقة التزوير المباشر لكن أستاذ إبراهيم الانتخابات مراقبة دوليا من خلال مراقبين أجانب من عدة دول كيف لها أن تكون غير نزيهة في ظل المراقبة الدولية؟ لا يمكن المراقبين الدوليين يستطيعون أن يضبطوا عملية الانتخابات أبدا لأن الجهاز القانوني مالتها ونظامها هو نظام خاطئ ومشكوك فيه ولا يمكن لواحد مراقب دولي يستطيع أن يعرف ماذا سيحدث في الجهاز وفي التصويت وفي تشطيب الأسماء وفي البطاقات الانتخابية لا يمكن أن يضبطون هذه المعلومات كلها بهذه الطريقة التي تحدث عندنا بالعراق وتعتبر حملة الانتخابات هذه هي أسوأ انتخابات في تاريخ هذه الحملية السياسية طيب أستاذ إبراهيم يعني ما يقارب من ثلاثمائة مرشح يتهم أغلبهم بارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري وتغييب الآلاف وأيضا قمع واغتيال متظاهري تشرين برأيكم كيف سيكون شكل البرلمان في ظل كل هذه الجرائم التي ارتكبها المرشحون هذه هي الحقيقة لأنه المرشحون هم يمثلون هذه الكتل الطائفية الموجودة بالسلطة لمهيمنها على السلطة منذ 15-16 سنة نعم هم منثلهم فإن لم يكن هو قاتل فيكون هو آمر بالقتل فهو يكون فاسد فهو يكون سارق وهم بالتالي إذا يقدمون نماذج من أفواج من عندهم إذا هذه الدورة يخرجون مندوبين للبرلمان من غير ذلك القديمين لكن هذولا راح يمشون بتوجيهات وأوامر قادتهم ومسؤوليهم والميز تجيب وينبغي أن تعرف أن تعلم وأنتم يعني كجهاز إعلامي أنه بحديث للسيد هادي العامري قبل يومين حتى الفزه قال إحنا فعلا كنا نهدد القضاء نعم نهدد القاضي قال إيه هاج تسجل علينا إحنا إحنا أسئنا التصرف بهذا المعنى يعني قال كنا نهدد القاضي فأي قضاء هذا وأي قانون هذا يحكم هذه الانتخابات إذا كان هو يهدد القاضي يصور أنت السلطة القضائية التي تعتبر نزيهة ينبغي أن تكون نزيهة ومستقلة لا تأخذ لا بأوامر السلطة التنفيذية ولا بأوامر السلطة التشريحية القضاء سلطة مستقلة هذه العامل يهددهم طيب فأين يلود الشعب العراقي وأين يلود الناخب إذا انتخب غير هذوله لنش هو الناخب النظيف يقدر يرشح ما يقدر أستاذ إبراهيم نعم أستاذ إبراهيم قلتم في بيانكم في بيان اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي قلتم أن إيران هي المستفيد الأول من هذه الانتخابات كيف تكون الاستفادة؟ هل أوضحتم لنا أستاذ إبراهيم؟ الاستفادة طبعا هي إيران مهيمنة على العراق بأدواتها أدواتها تبدأ من أشكال التنظيمات السياسية الموجودة نعم في غض النظر عن أن أحدد أسماءها أو لا أحدد أسماءها فهم ونبسهم راح يجون اللي هم أسباع إيران ويهيمنون أيضا بقوة السلاح بواسطة الميليشيات اللي مرتبطة بإيران مباشرة البندقية فوق رؤوسنا البندقية فوق رؤوسنا لا يمكن لا يمكن البندقية بيد إيران وليس بيد أحد نعم من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر